رمضان 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 يا حبيب اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وآله محمد شلونكم حفاظة الغالين شخباكم إن شاء الله يا رب الكل بصحة وسلامة رجعنا لكم فطورنا اليوم السادس عشر اللي هو كان أمس يعني البارعة سويت لكم مقلوبة بالكزبرة وصدر الدجاج نوع جديد بس كلش كلش طيبة ورهيبة ونفس الوقت سريعة الطبخ يعني من نص الساعة أو قبل فطور نص ساعة سوين أحلى وأطعم مقلوبة وشوفوا الرز والشكل مالته وطبعاها مطعمها وريحتها بس الساشنو خليكم حطونا اللايك وتعالوا إيانا وشوفوا طريقة العمل طبعا هي بصدر الدجاج قطعتين صدر الدجاج يعني صدر الدجاج واحد كامل راح قطع في هذا الشكل مكعبات شوية أكبر من القطع مال التكة يعني هي ترى على صدر الدجاج ملقون أفخاد لا هي على صدر الدجاج وصدر الدجاج هنا حي سرعتكم كلش طعمه كلش كلش رهيب هس هنا بعد ما قطعنا شوفوا كميتة يعني تقريباً ربع كيلة وذات 300 غرام تقريباً هنا راح أخلي فلفل أبيض نصف ملعقة الشاي راح أستخدم ملعقة الشاي هنا وعدنا البودرة البوصل وبودرة الفوم هم نصف ملعقة الشاي كل التدبيلة راح أخلي نصف ملعقة الشاي ما عدا بس الكاري عدنا زنجبيل هم نصف ملعقة شاي وطبعاً هاي أنا تدبيلة راح أخذكم إياها أنا بصندوق الوصف كاري ملعقة كامة لقدت لكم والكركم هم نصف ملعقة الشاي يعني بودرة الفوم بودرة البوصل زنجبيل كاري كوركم فلفل أبيض هس هنا راح أخليه مكعبات ماجي هوادي كتقولي احنا ما استخدم الماجي عادي ماكو اي شكالين ما يستخدم الماجي وحط الملح وهس راح أخلي دبس الرمان دبس الرمان تقريباً أربع ملائق طعام والزيت الزيتم تقريباً من أربع على خمس ملائق وشوف شون تدوه يعني دهين تدونا شوفها بكيف معجون الطماطئ أو صلصة البندور راح أخلي ملعقتين طعام يعني السام بالأخير استخدمت ملعقة الطعام بس التكبيلة بالأقاط الشاي هسا عندي اهنانة كذبرة اللي ان قلت لكم هي بالكذبرة كذبرة فرش تقريباً نصف كوب ثارمة نعمة يعني نصف كوب مفرومة نعمة راح تخلطيها وي هاي المواد ولا تخمير ولا تسويها من وقت مباشرة منها نخلط لها المواد وشوف شون حسوي الخطوة اللي بعدها طبعاً جربوها وندعودي لأن طعمها كل شريحاتها يعني رهيب وقدت لكم نفس الوقت هي سهلة هاي اهم شي يعني ما تاخذ وقت من عدكم هسا هنا راح نحضر جدر ونخلي بشعبة او بقارة زيت راح نخلي طبقة بوتية او بطاطا هاي طبعاً مو الها المقبلة اللي عفوا للمقلوبة هاي خافي عن التلتسق بس هي بالبداية نحط بصلاية واحدة حجمها كبير كلش وتلف طماطيات او هاي هي طماطية واحدة بس كلش حجمها كبير وهنا هم تقريب اربع بطيتيات ورح نخلي فلفل فلفل اي نوع بس في الشي قليل هسا بعد ما حطينا هالطبقات راح نجيب هذا الدجاج هوا اللي صلصة ماته كل ندبه يعني مو صفو مننا لأ هو صلصة ماته تقبغوط خلو على نار هاده هنا على صفحة اني خليت مي وملح راح نسوي الرز او التمن راح نسوي بزن بعد ما بزلت تقريباً 3 اربع استواء يعني ما خلت استواء استواء كامل صفيته وراح خليه فوق الدجاج بعد ما عندي استواء طبعاً هوا من استواء طلع منا شوية صلصة مال مي شوفوها راح نضيها فوق الرز حتى كلها تاخد لون طبعاً صد الدجاج تجدون بالبداية تخلو لها بس اسمن شوية مي او بدون مي لان هي حذب لاتكم الخضروات مي هاد طلعتها طبعاً من عند فقدر ده سفوق الدمن وراح اكبسة بهذا الشكل وغطي انتظر لحد ما كله يهدر هسا عندنا الدجاج باستواء والرز يعني 3 اربع استواء هسا هنا راح نسوي لكم كوبة السراي خلينا الزيت وخلينا بصلايتين حجم كبير لان تدونوا كوبة السراي ما بها اي مواد بس البصل والشعرية هسا هنا بعد ما حمسوا طيراً لونة بهذا الشكل راح نخليه نم بصرة شوفوا ربع ملعقة طعام نم بصرة طبعاً هاي الكمية مال 5 نفرات خفز الوني وفي اقل من ربع ملعقة طعام كركم وربع ملعقة طعام كاري وشوية فلفل اسود فالشي كلش بسيط شوفوا كمية مالته يعني نقول اقل من ربع ملعقة طعام فلفل اسود ورح نخلي مقعبات الماجي وهم اذكر وقول اذا ما تريدون ماجي عادي حطوا مي او تحطون دعا تكون مي ماددجاج او مي اللحم لان هنا هاد السوب ماح نحط لحنا اي شي راح قلبويها هاي تتبيلة حطيتها وطبعا اكيدا انا فورا مي حار على الصفحة بس بداية راح نخلي المعجون راح نخلي ملعقتين طعام معجون مريدة كلش لون هيكون يعني غامق هاي الموت كلها قلبها ورح اخلي لشوية شكر مفي معاودتكم عن مود المعجون هسا هاي هنا نتكملت الخبطة مالتنا راح نقلبها تقضيبة حتى يحمس عندنا المعجون زيين وقلت لكم انا مي مفور على صفحة وراح ادير المي هسا راح اقبغة وانتظرها يفور طبعا كلش سهل السوب مال لكم بس سرائب هنا بعد ما فار عدنا شوية ستوى البصر راح نخلي شوية شعرية قلت لكم بشعرية سبكتة معكرونية هذا الشغلة اختيارية انا جربت لكم بالسبكتة وجربتكم بالمعكرونية وهالمرة راح نسوكمها بالشعرية واني هم منزتها بالشعرية وهام ننتظر الشعرية تستوي يعني تستوي عندنا الشور واستواء كامل وعندنا هاي الكوبة اللي فارزتها قبل رمضان تذكروها شوفوا الحد الان موجودة والحمد الله وخير مننا الله صارت واسهم قدامكم راح نسويها وشوفوا يعني احنا يوم 16 برمضان وكوبتنا قبل رمضان نحن تقريبا عشر تيام سويناها وشوفوها يعني هذا خير تجربة انه تقريبا حيصلها شهر او اقل الشهر وهي هي ولام فلة ادنى والحمد الله هس هنا بعد ماستوى شوفوها كوباية بكوباية لا محلولة لا اي شي بها فإحنا كان يوم فطورنا هو المقلوبة وهنا سرع نقلبها وحان موعد الافطار وشوفو تكميلة شكلها طبعا بعد هذا شكلها طبعا وطعامها وريحتها كلش فحان موعد الافطار راح نحضر صفرتنا فخليكم ميانا وشون حضرنا صفرتنا وشون صارت مالتنا السوب والمقلوبة وهذا شكل صفرتنا لليوم 16 او 13 طبعا اصير عندنا ما تمرهن هذا اخر تشيز خلصنا هم فيديوه اكيد تبريزه شوفوه يعني جو طوال عندي وصونا تمرية بسيطة وهي المقلوب بمالتنا اللي طعامها رهيب اتمنى تجربوها لان كلش روعة وطبعا هميا نصيحة مني هذا الرز جديد يعني جبته اسمه كالر ان شاء الله خليكم بصورته على المنتدى طبعا رز خرافي يعني حبايته مو طبيعية كلش حبايته طويلة ونوعيته كلش ممتاز وهذا اكيد مالتنا كوبة السراي بس حجم الميني نقول احنا لان كلش صغيرة شوفتواني سويته بالفيديو يعني عندي فيديو بسوي الحجم الشبير اللي هي كوبة السراي الأصيلة بس هاي سويناها كلش الزاهرة اه تدون انقلناكم عن مدر رمضان فهذا السوب شوفو هم طعمه كلش كلش طيب وهم سهل وما ياخذ وقت منكم بالطبخ وهم شوفو كوبتنا يعني صالها تقريبا شهر او اقل شهر وشوفوها هي هي يعني قلت لكم هذا خير دليل او برهان انو الكوبة ممتازة والحمد لله هم كلش هوا يجربوها فهذي كان فطورنا وهمية المقبلات مال لهانس تدونها الشن يومية لان كلش كلش فعلا نحبوها وهي يوم سهلة بسيطة وما تاخذ وقت من ادنى وهذي مقلوبتنا الجديدة اتمنى تجربوها طعمها ريحتها كلش كلش طيبة وخاف تقولون على صادر الدجاج لا كلش يستوي وطعمها كلش طيب يعني اللي ما يحب صادر الدجاج هو يقولون احنا من الطبخة يصير عندنا قاوي او منحبه او يسوي طريقة فان لا سوي مقلوبة بهذا الشكل وجروا بتطعمها لان كلش كلش طيبة يعني شغل ما تتوقعون وقلت لكم هذا الرز ان شاء الله خلكمها على المنتدى اللي يريد يشتري منه واكيد هم هاستشوفوا راكم يا احنا مو بشكلها شوفوا الصب مالتها وشوفوا الرز مالتها الحمد الله يعني حباية بحبايتها والطعم والريحها خيال يلا خلنشوف كم عدة حتجربها ودزليها على الأنستة ماتي وأنستة ماتي نفس اسم قناتي والحمد الله هايدا يجربون دزولي على الأنستة فأتمنى فيديو اليوم على الإعجابكم وأكيد نقول لكم لا تنسونا باللايك تعليكم بحلو وأهم شي مشاركة الفيديو مع الأحبة والأصدقاء ولهنا وراح نقول لكم في أمان الله